السلام عليكم إخواني أخواتي كديرين لأسألكم أتمنى تكونوا كاملين بخير على خير اليوم سوف نجدوا واحد حلية بسيطة بالحمض الفلو وسهلة في التحضير نبدأ على بركاته الله هذه المكونات اللي سنحتاجه لدينا حمضة محكوكة بمع صورة وجود المعالق الكبار نشاد الدورة وثلاثة المعالق الكبار السانية وحمضة مبشورة يعني محكوكة وفلون فانيلا ونستطرود الحليب نبدأ بسم الله نخوي الفلون في الإنق ونزيدو الناشا ونقوم بسكار نقوم بسكار تسانيدة ونقوم بلدت من المعالقة ونقوم بسكار ونضيف الحمضة المحكوكة ونحرك مزيان هاد النواشيف نحركوه مزيان. ونخلوه الحليب شوية بشوية. ونبدو نحركو حتى يندمج الخليط مزيان. وما نحيدوش يدينا من فوق الإناء. نحركو نحركو باش ما يلسقش وباش ما يتكورش معنا داك شي. حتى يبدأ يطلع ويعقاد مزيان. ها هو كيف مكتشوفوه بدك يعقاد. اذا وجد. تقريبا شي السدقائق هكا كلها لحسب. ونضيفوه ونطفعو النار ونضيفوه الحمط. عصير الحمط. ونحركوه مزيان. نحركوه مزيان حتى يندمج. من اللي كي يجلدنا الخليط. نخوف الكووس ديال التقديم. ومن بعد كندخلوه للتلاجة. يبرد مزيان حتى كيتماسك. وكيف مكتشوفو معنا. هذا هو الشكل النهائي ديال التحلية. كيف مكتشوفو زينب شوية ديال مكسارات وورقة نعنع شوية الحمط. نتمنى تجربوه ويعجبكم. وتنشكركم بزاف على المشاهدة منطلقة وان شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة. صحة وراحة. ترجمة نانسي قنقر